هي ذات المشاهد تتكرر اليوم ولكن بصمت ففي صورة الامس عنف وتخوين وديمقراطية وعدت في المهد وتحالفات تكونت لتنتجى جسدا غير متآلف والنتيجة تناقضات ونزاعات وتضارب في المصالح ادت في نهاية المطاف للانقسام لم تكن تصريحات الرئيس الرجاء محمد بودريقاهي القشة التي قسمت ظهر البعير بل مثلت مثالا لصراع انتقل من الخفاء الى العلن تلاه زلزال افقد الفاعلين في الجسد الكروي الثقة في الجامعة كجهاز وصي ليبدأ مسلسل التشكيك وتتسع الهوة بين المتنافسين في المشهد الكروي اندية كبرى قد تعود للقسم الثاني وقبل العودة عاد الحديث عن الزيادة في عدد اندية البطولة الاحترافية ثم جاء بيان يفند ذلك في مظهر يؤكد فقدان البوصل في الاسابيع الاخيرة مشهد اخر جاء من شمال المملكة وتحديد الفنيدق يؤكد ان الجرأة على المعارضة وكشف الفساد الكروي قد زادت مؤخرا والرد بدوره جاء سريعا وقويا من الجامعة عبر عقوبات تراوحت بين الانزل لقسم ادنى وإيقاف مدى الحياة صورة خادشة للكرة الوطنية بدأت تظهر للعين هنا وهناك جعلت من المكتب الجامعي في قفص الاتهام الى ان يثبت العكس وقد تنعكس هذه الوضعية على ما تبقى من مباريات في البطولة الاحترافية وقد تستمر لتنعكس على مشاريع كروية تتعلق بالاندية والمنتخبات الوطنية اليوم يقف المسير والممارس والمتابع عند مرحلة هامة في تاريخ الكرة الوطنية فازمة الثقة التي تتسع يوما بعد يوم من خلال تصريح صحفي او فعل فاسد على ارضية الميدان قد ترسل الكرة الوطنية الى غرفة الانعاش من جديد وان كانت لم تغادر بابها الى الان مع بعض الاستثناءات طبعا